أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق العشرين من يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بالإضافة لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص وذلك بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 كما قرر رئيس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد ثورة الثالث والعشرين من يوليو